السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد من مشاهد الأخرة مشهد الوحدة إن الإنسان بيكون لوحده يوم القيامة قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا والإنسان دايما لما بيكون عنده مشكلة كبيرة جدا عند حد معين في الدنيا فبيحاول دايما إنه يدور على من يشفع له عند هذا الشخص وبيدور دايما على إنسان بيحبه علشان تكون شفاعته مقبولة وزي ما اتكلمنا قبل كده في حلقة إزاي ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقول إحنا برضو النهاردة محتاجين نأكد على معنى مهم قال وهو إن إحنا مش محتاجين شفاعة النبي بس إحنا محتاجين شفاعات أخرى كثيرة جدا وعلى قدر ما بيكون للإنسان شفعاء عند الله سبحانه وتعالى على قدر ما ينجو الإنسان من أهوال الآخرة والسعيد مننا اللي بيكتهد أنه يحصل قدر كبير جدا من شفعاء علشان يشفع له بين يدي الله سبحانه وتعالى وبالتالي الإنسان ده بينجو بإذن الله عز وجل كيف نكثر من الشهداء والشفعاء لنا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على مجموعة أعمال بيها الإنسان إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يكثر شفعاءه بينادي الله عز وجل فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الأعمال هنتعلمها النهاردة بيها انقطر شفعاءنا بين إيدينا ربنا سبحانه وتعالى العمل الأول القرآن فالقرآن له شفاعة مقبولة عند الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار إن هذا القرآن شافع مشفع أي شفاعته مقبولة عند الله عز وجل وماحل مصدق أي يجادل عن صاحبه يوم القيامة بينادي الله عز وجل فلا يزال القرآن يجادل عنك بينادي الله سبحانه وتعالى حتى تنجو من أهوال الأخرة فتدخل جنة عرضها السنوات والأرض والنبي وضح لنا طبيعة هذا الجدال فقال في الحديث الآخر الذي رواه البزار في مصدده بإسنان صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن أي ربي حله فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن أي ربي زده فيلبس تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس ثم يقول القرآن أي ربي ارضى عنه فيرضى الله عنه ثم يقول القرآن أي ربي ارفعه فيقول الله عز وجل عبدي اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا واصعت في درج الجنة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما روى أحمد في مسندي يقول القرآن يوم القيامة أي ربي حرمته النوم بالليل وفي لفظ أي ربي أسهرت ليلة فشفعني فيه فيشفع فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين فإنهم يأتيان يوم القيامة فإنهم كأنهم غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة قال النووي رحمه الله تحاجان أي تجادلان عن صاحبهما يوم القيامة شفاعة له والقول الثاني تحاجان أي تمنعان الشمس عنه يوم القيامة فالقرآن على قدر محلب حافظ على القرآن قراءة وعلما وعملا وتدبرا وتحاكما على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا القرآن خير شفيع لنا يوم القيامة الأمر التاني العمل التاني اهتمام الإنسان بالصيام فالصيام أيضا من الشفعاء الذين يقبلوا الله عز وجل شفعتهم يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي يعني أضمأته بالهواجر فشفعني فيه فيشفع فيه وده العمل التاني الأعمال المهمة جدا اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني يجعلك تنجو من أهوال القيامة بشفاعة صيام لك ثلاثة من الأعمال العظيمة جدا اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى لا أقول بيشفع العمل في صاحبه ولكن يعطي لصاحبه شفاعة لأهل الشهادة في سبيل الله وندعو بدعوة عمر اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك الشهادة في سبيل الله الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا الذي قاتل ليحمي المؤمنين في دينهم وفي أعراضهم وفي أرضهم وفي أوطالهم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ربنا أعطى لهذا الشهيد أيضا منحة عظيمة جدا هذه المنحة العظيمة جدا والعطية العظيمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للشهيد عند الله عز وجل ست خصال وفي رواية صحيحة سبع خصال ومن بينها أنه يشفع في سبعين من أهل بيته ودي بشارة لأهل كل شهيد بشارة لأهل كل شهيد إن الشهيد ده ربنا عز وجل يعطيهم القيامة شفاعة لسبعين من أهل بيته العمل الرابع الصبر على فقد الولد دي من الأعمال العظيمة جدا إلى ربنا سبحانه وتعالى يعني بيجعل الأولاد الصغار الذين ماتوا في الصغر شهداء لآبائهم يوم القيامة وشفعاء لآبائهم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الأم اللي مات لها سقط سقطت ومات لها ولد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السقط ليجر أمه بسراره يوم القيامة إلى الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان له صاحب يأتي بغلام له في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي افتقد هذا الرجل فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قالوا يا رسول الله ما تولده فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عزتك وجلالك لا أدخل الجنة حتى يدخل أبي وأمي فقال يا رسول الله هذه لي خاصة أم للناس عامة قال بل هي للناس عامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صغار المؤمنين أي الذين يموتون ضعميص أهل الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم يتلقى أحدهم أباه يوم القيامة فيأخذ بثوبه أو يأخذ بيده حتى ينتهي حتى ينتهي إلى باب الجنة فلا ينتهي إلى باب الجنة حتى يدخله الله سبحانه وتعالى وأبيه وأباه وأمه الجنة حد ما يخش الجنة أولادنا دول اللي ماتوا هم الصغيرين شف عائلين ودي بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان في يوم من الأيام مات له طفل صغير أو أكثر من ذلك من الشفاعات أيضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عنها وأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عظيمة جدا هي شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم وشفاعة خاصة بالمؤمنين إنك في يوم من الأيام تكون حريص على ملازمة أهل الخير وملازمة أهل الإيمان وملازمة أهل الطاعة حتى لو كنت في يوم من الأيام مقصر إنك تلازم الصالحين دول زي من أنبياء لهم شفاعة الصالحين أيضا لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أهل الإيمان لما يخشوا الجنة يقولون أي رب إخوان لنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لا نراهم هاهنا فيقول الله سبحانه وتعالى ادخلوا النار فأخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال مثقال حبة من إيمان أو خردلة من إيمان أو ذرة من إيمان فيدخلون إلى النار وقد حرم الله صورهم على النار فيستخرجون إخوانهم الذين كانوا يعبدون الله معهم حاول بقدر مستعوى إن كنت مقصر في طاعة الله ليك رفقة صالحة ليك رفقة طيبة تنل شفاعتهم الإيامة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله عز وجل ومقامة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون حاول دايما يبقى ليك اثنين تلاتة من أصحابك من أهل الدين ومن أهل الأخلاق ومن أهل الطاعة ومن أهل العبادة لعلك في يوم من الأيام تنل شفاعت هؤلاء اللي في يوم من الأيام صليت الترويح معاهم أو صليت التهجد معاهم أو في يوم من الأيام قرأت قرآن معاهم أو ذكرت ربنا معاهم أو مشيت معاهم للفعل خير حاول دايما إنك يكون معاك ناس صالحين ناس طيبين يغضوا بأيديك علشان يشفعوا ليك بين إيدينا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة حاولوا تركزوا في هذه الأعمال اللي أنا ذكرتها النهاردة علشان نكثر الشهود ونكثر يشفعاء لنا بين إيدينا ربنا يوم القيامة